نقرأ في بعض الصحف والمجلات لبعض الكتاب الذين يطعنون في الصحابة ولا أئمة الأربعة وربما دسوا الأقوال تحت راية ترك تقليد الرجال تقدير تقليد أي والاجتهاد الشخصي السؤال هل نرد عليهم في الصحف والمجلات ونكتب عقائد أهل السنة والجماعة فيها أو نرد على أعيان مقالاتهم ونبين زيفها نعم يجب على من عنده علم ويحسن الرد يجب عليهم يرد على هؤلاء بيانا للحق يجب عليه الرد عليهم يجب بيان الحق لأن العلماء لو سكتوا لراجت هذه الأفكار الخبيثة فلابد من الرد عليها وأما أنهم مجتهدون هذا ما يجوز فيه الاجتهاد أمور العقيدة وأمور الصحابة ما يدخلها الاجتهاد هذا هذه أمور يتوقف على ما ورد ولا يدخل فيها بالاجتهاد الاجتهاد في مسائل الفقه والاستنباط ما هي في مسائل أصول العقيدة ومسائل العقيدة وقضية الصحابة من وصول العقيدة لا يجوز إن الإنسان يقول أنا مجتهد وأنا بل يتبع ما ورد صح في الكتاب والسنة من فضلهم والثنى عليهم ومحبتهم واتباعهم أمور العقيدة اشترك في القناة